على بعد عشر كيلومتر من على عاصمة ولاية ورقلا نجد قرية حاسم لود والتي تفتقر لأدنى شروط العيش على رأسها مشكلة المياه رغم وجود العديد من الآبار بها وعاني من جميع أنواع التهميش الأول حاجة الماء الماء الصالح للشرب نقدر نقول لك ما نقول لك منعادم ومصح عندك ساعة ساعتين ثلاث سواء في النهار وأنا في 2020 مزال عدنا الماجي بساعة إنارة العمومية من منطقة نائية ريفية الظلمة في الليل ما تشوفوا له هنا مشكل المال أولى الماء عدنا يبشي بالوقت كيف هابل؟ الماء متوفر والماء مكانش حرفروا نزوج فوراجات ما نشعر ذلك وعند يقول فيهم الماء واحد ما يقول شي فيهم الماء ما 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 عرفنا ما زالنا ما زالنا نحموه ما بالقلاية وبالباسينة كيف قلنا ندوشه نتعالى لصيليس ما ما عندنا ما زالنا الحواسين خطوه بالحواسين غياب الإنارة العمومية وكذا مشكلة شبكة الصرف الصحي كل هذه النقائص ضربت عرض الحائط من المسؤولين وأدخلت السكان في دوامة بين المعاناة والحرمان من أبسط حقوقهم العرضية هذه تعالى سكن الريفي هذه اللي أعطتها لنا الدولة نطلب من السلطات المعانية ديرنا التهيئة التهيئة أو شيني؟ تتمثل في الصرف الصحي والماء والطريق قرية معدومة وخارج نطاق المسؤولين هو حال قرية حاسم لود فإلى متى يبقى هؤلاء المحرومين ضمن خارطة النزيان من السلطات المحلية ترجمة نانسي قنقر